من أدعية القرآن وهذه من الأدعية العظيمة دعاء الأربعين ولا يعني أن من ليس في الأربعين لا يدعو به لكن يتأكد على صاحب الأربعين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه متى؟ لما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سن الأربعين مبلغ الرجول والكمال بلغ أشده وبلغ أربعين سلة وتناهى عقله وكمل فهمه قيل المسروق متى يأخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك وكذلك أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي سؤال شكر النعمة التي أنعمها علي أو عليك هذه واضحة طيب وعلى الوالدين ما مناسبتها؟ نعمة على الوالد استفاد منها الولد أنت من أين أكلت وشربت من أين لبست من أين سكنت من نعمة الله على والدك فاستفد أنت منها تغذيت على لبن أمك فاستفد من نعمة الله على والدك وآخذت من حنانها ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لأنك استفد من نعمة الله على والدي وأما بنعمة ربك فعدث الشكر كما قال ابن قيم مبني على خمس قواعد خضوع الشاكل المشكور وحبه له واعتراف بنعمته وثناؤه عليه بها وأن لا يستعملها فيما يكره بل يستعملها فيما يحب هذه قاعدة شكر النعم وأن أعمل صالحا ترضاه يعني في مستقبلي وتتقبل مني الأعمال وتثيبني عليها وأصلح لي في ذريتي مثل ما أنعمت على والدي أصلح لي في ذريتي نسلي وعقبي وأولادي وأحفادي ومن تناسل مني أصلح لي في ذريتي يدعو لنفسه ولقرابته هذا من صلة الرحم أن تدعو لقرابتك إني تبتو إليك خلاص رجعت من المعاصي أقلعت عن الذنوب وإني من المسلمين المستسلمين الخاضعين لك ما أعظم دعاء الأربعين تذكروا يا عباد الله دعاء الأربعين عمر بن عبد العزيز قال تمت حجة الله على ابن الأربعين فمات وهو ابن الأربعين ورأى في منام قائلا يقول له إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخشى الإله وكن للموت حذارا هذا رأى في النوم من أدعة القرآن العظيم دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات انظروا إلى الأولويات الترتيب المدهش رب اغفر لي بدأ بنفسه ولوالدي لعظم حقهما ولمن دخل بيتي مؤمنا من الذي يدخل بيتك أقاربك وإخوانك في الله وللمؤمنين والمؤمنات عموما السابقين واللاحقين فراعى حق الأخوة في الله ولعلك إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات يا عبد الله يكون لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة الله مغفر المؤمنين والمؤمنات من أدعية القرآن وقليل من يفهمه رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة هل فكرت يا مسلم يا عبد الله وأنت تختل في رمضان وفي غيرها ما هو مدخر الصدق ما هو ما هو مخرج الصدق هل فكرت ما هو مدخر الصدق وما هو مخرج الصدق ربي أدخلني مدخرة صدق وأخرجني مخرجة صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة الصدق الصدق مع الله الصدق هو الحق الصدق معروف والمعنى مدخلا ترضاه ومخرجا ترضاه لكن مخرج إيش ومدخل إيش أنت تدخل بلدك وتخرج منها صح أنت تدخل بيتك وتخرج منه ليس كذلك أنت تدخل في أعمال وتخرج منها وظايف صفقات وتخرج منها أنت تدخل في علاقات وتخرج منها ليس كذلك أدخلني مدخل صدق دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت مدخل صدق وحصل له التأييد والظفر كان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء ودعه يخشى أن لا يكون المخرج مخرج صدق هو خارج من بيتك أنت تدخل السوق وتخرج من السوق ليس كذلك أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق في أشياء مادية تدخل فيها وتخرج منها وأشياء معنوية تدخل فيها وتخرج منها علاقات واجعلني من لدنك سلطان النصيرة في ناس دخلوا في أشياء وتورطوا فيها الدعاء هذا مهم واجعلني من لدنك سلطانا حجة وبرهانا ونصرا على من عاداني من أدعية القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام وما أجمل أدعية الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنوء إلا مثل الله بخلب سليم رب هب لي حكما علما أعرف به الحلال والحرام والحق والباطل السنة والبدعة حكما هبني حكما أعدل به بين الأنام إذا حكمت الأب يحكم بين أولاده المدرس يحكم بين طلابه والقاضي يحكم أنت ما تخلو من أحوال تحكم هب لي حكما وألحقني بالصالحين ممن أنعم الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعلني لسان صدق في الآخرين ثناء جميلا وذكرا حسنا يثنى علي به ويقتدى به في الخير وحصل لإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة يأتم به الناس وتركنا عليه في الآخرين سيرة موجودة مذكورة غير خافية يعرفها الناس يأخذ من الدروس العبر يقتدون بالخليل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين قال واجعلني من ورثة جنة النعيم أهل الجنة التي يورثهم الله إياها ولا تخزني يوم يبعثون بالفضيحة وعذاب النار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلاء بقلب سليم من الشبهات والشاوات المحرمة من أدعية القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأو في الرحيم هذه من أدعية التابعين يدعون بها للصحابة وأدعية المؤمنين يدعون بها لكل من قبلهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون في الإيمان وهذا الدعاء لتنظيف القلب من الشحناء والإحن والبغضاء للمؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذي في قلب غل على الصحابة فإنه ليس بتابع بإحسان بل هو مجرم يستحق أخذ الله له من أدعية القرآن دعاء آدم حوى ربنا ظلمنا أنفسنا في إقرار واعتراف الله يحب هذا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي الله يحب الاعتراف بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا يتضمن الطلب يتضمن الطلب أن يغفر الله له ونختم بدعاء من أدية القرآن وهو دعوة امرأة فرعون رحمة الله عليها ابني لي عندك بيتا في الجنة اختارت الجار قبل الدار ابني لي عندك بيتا في الجنة ما أعظم الدعاء وبالجوار تغلو الديار وترخصه والجار أهم من الدار في كثير من الأحيان فإذا كانت الدار في جوار الكريم الغفار كيف تكون فلا إله إلا الله ما أعظمها من دار في جوار العلي الغفار سبحانه وتعالى نسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا أستودعكم الله اشتركوا في القناة